إنه ينتشر 70% أكثر من الفيروسات الأخرى اللي هو حتى الخطورة متاعه أكبر وهذاك عليش حتى الحالات ونسق تسجيل الحالات ارتفع بصيفها معناتها مهولة المنظومة الصحية وللأسف انهارت حالياً المستشفيات معناتها باش نلقاوا فرش بصعوبة كبيرة الأكسجين كيف كيف باش نجموا نوفروا الكميات اللازمة صعوبة كبيرة معناتها تعب الكبير اللي خرطوله العاملين في قطاع الصحة راهوا حاجة معناتها مهولة عمرنا متعدين بها قبل اذاك عليش المركب قاعد يغرق بينا لاش نجموا نمنعوا المركب هدايا راهوا بكلنا يزمنا نتحنوا المسؤولية بكلنا في المركب هذا مسؤولين وبكلنا معنيين بالغرق هذا إذا كان من وحدوش جهودنا وما نكونش عناه وعي بخطورة الوضع هدايا راهي الكارثة هدايا بجزة تتفاقم حدد حالات الوفيات اللي قاعدين سجلوا فيهم يومياً معناتها حاجة مهولة احنا كعملين في قطاع الصحة عمرنا ما عشنا حاجة كما هكا كذلك تزيل الحالات معناتها اللي هو فينا سق تصاعد كبير ما نعرفوش شكون يجم يمنع وشكون يجم ما يمنعش ما نعرفوش حتى احنا بيدنا كالنجم نلقاوه في روشيت ولا ليلة ما نجموش نعرفو حتى كان احنا بيدنا تتحقينا النجم ونلقاوه في روشيت ولا ليلة في العمير يعني هذه حقيقة الوضع اليوم وكتي نحكيه حتى على الإطار الطبي اللي قاعد تقريباً لوحد يخوذ في معركة الحياة والموت يعيشوا في ظروف يعني غير إنسانية بالمرة كنا نسمع فيها هي وسمعنا زميلتها في بداية الحصة والظروف الصعبة اللي قاعدين يتعاملوا فاها تعرف اللي بالحق حتى في الليل كي بيش يرتاحوا ما عندهم مش مين يرتاحوا عطاوه بيوتهم راه عطاوه حتى اللي بيرو امتاحهم ولا حولوهم إلى غرف مرضى أكثر من هك كنت شوف شنو اللي قاعدين يكلوا فاها يعني بصراحة ما ترضاياش حتى شبش يقول فهم بصراح انا حكيت معزوز معناها بعد نهار كامل ملعة مل المضني 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 يقلح حالية البنك ونلقى فيه كعبة بريك وترى خبص يعني عبارة مطلعين لك الجماعة اللي يقفوا قدام جامعة الفتحة الصدقة وربما غساعات تكون العبادة أكرم مع الناس هدوك يعني صراحة زل القطاع مسيب مطروك لحاله شوفنا عمناول كيفاش كانت هبت المجتمع المدني قوية وقوية جدا شوفنا ناس معناها متطوعين بعد صار نوع منها معناها التراخي وهذا مفهوم لأنه إذا الناس اللي تحكم في البلاد ما تعطيش هي المثل وما تعطيش هي القدوة يصير التراخي يصير ولا غالب التوانساب يدو أجهو يدو نفسانيا أنهيكوه ماليا اللي تمشيلو مرة واثنين وثلاثة باشي عام في الخامسة والسادسة يقول لك يجعلنيش أنا أخلص خدامتي ويجعلنيش أخلص معناها ديوني ثم حالة كاملة أنا في اعتقادي اليوم ما يلزمناش لنشايتنو نصاف ولا غيرها لأنو قاعدين بصراحة لقد قلت الإطار الطبي معناها الكارثة هذه الكارثة يتحملها السياسيون لمرأة هذه قالت ما يجب قوله واليوم بلادنا في وضع كارفي بلادنا تستحق لمساعدة خارجية نحكي الصباح مع الدكتور محمد غنام وهو الدكتور قلب في باريز ونعرفوه الناس الكل كان في مجلس التأسيسي قلت في الحالة اللي وصلت لها تونس راهو يلزمها تطلب مساعدة خارجية هاو الراجل معناها نتحف على قام من قمات الطب اللي موجودة في باريز قال لك احنا حتى كاتوينس البر قمنا باللي النجم وبكتر من اللي النجم لكن قال لي حسب ما نشوف الأرقام وحسب ما قاعدين نشوفه في الحالة وين قاعدها تتطور تونس اليوم يلزمها مساعدة دولية وما فيها حتى عيب شوفنا الدول متقدم علينا برشا إيطاليا وسبانيا وغيرها في فترة ما طلبت المساعدة الخارجية احنا عنا مسؤولين متخبين لهين مشروع سد النهضة ولهين بالمسألة شنو ساير في سوريا ومسؤولين الخرين لهين شكون يحط ويبلس المستشار متاعه عنده هشام المشيشي هذي اهتماماتهم دون بشنو انقضوا شعبنا ما فيها بس نطلقه صراحة تخذر ونقوم معناها استغاثة ونقولوا رأى وضعنا الصحي كارثي وهو ما يعرفوا قال لي الوضعنا السياسي اكثر كارثية من وضعنا الصحي المستشارين نحنا نشوفوا التصاور اللي كنا نحكيو عليهم في استقبال الزوز طيارات العسكرية القطريتان اللي جاي ويحام المساعدات كنا نحكيو على تصاور فم وليد الذهبي كتب عام الحكومة ليصغريين مستشار دبلوماسي اللي رأس الحكومة عب سلم العباسي مستشار الاقتصادي اللي رأس الحكومة وسعد سفير دوت قطر سعد نصر الحميد هذا هو جستما هذا هو الأخبار يقول بالتالي أنه الاستقبال اللي صار اليوم من طرف استقبال السفير قطر من طرف السيد الرئيس الحكومة يتنزل في هذا الإطار زوز طيارات عسكرية فها مساعدات طبية اللي جات من دورة قطر فها مستشفى ميداني كبير بساعة متين سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية بالإضافة إلى ميات جهاز تنفس الصناعي ولهنان حب نذكر زادا ونأكد الأخبار اللي قال هون الناتق الرسمي باسم الديوانة مؤخرا العميد هيثم الزنات دونك قررت الديوانة التونسية رسميا كونه كل مواطن تونسي يدخل معاه كونسنتراتور دوكسيجان راهو هذك معفى من الأداءات الديوانية والكنسنتراتور هذي دوكسيجان البرة يسوى تسعمية أورو ومتاع عشر لتر دونك إذا كانت نحم منه تي فياي نجم يهبت حتى لسبعمية سبعمية وخمسين أورو ولكن الهناره يتباع خمسة ملايين في السوق السوداء يتباع يوصل حتى ستة وسبعم ملايين وكلقيته هذين اللي يسرقوا فيهم المستشفيات هذون وقاعدين يبيعوا فيهم المعاتة في السوق السوداء إن شاء الله يتشدوا على الأقل ويتم استرجاعهم شوف خبناني خطر محزن جدا تشوف دولة في حجم دولة قطر تقعد 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 تتكرم عليك بزوز مستشفيات معناها صراحة هذا مخجل ومش معقول يخرجوا بالعدد هذا مستشارين بشي يستقبلوا زوز مستشفيات مفروض معناها مستشفى واحد ولا مستشفى واحد هذي يوريك العزلة المتين السرير لا الوريك العزلة خلينا نعطي رأيس إبراهيم بعد أعطي رأيك يوريك العزلة السياسية والديبلوماسية الكبيرة اللي عايش فيها بلادنا يعني أصدقاء تونس التقليديين من فرنسيس على أمريكان على سعوديين على أماراتيين على غيره 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 الجزائر الدولة الشقيقة المغرب هذو بكل قاعدين اليوم يتفرجوا على تونس أنا يظهر لي فما مشكل أحنا ما نعرفوهاش هل هي في أداء رئيس الجمهورية لأنه هذا ما يفسرش بصراحة ما يفسرش الأزلة اللي موجودة فيها اليوم تونس وكأنها بلد منبوذ آمس في الليام العالمي صفقلنا آمس في الليام غروا بينا وقالونا بروا وعملوا ديمقراطية ها نوراكم طيو نخلصوا معاكم الكلفة اليوم توانسة قاعدين يموتوا البلاد قاعدة تنهار على جميع المستويات وعزلة دولية غير مسبوقة بلادنا اليوم وكأن في نظام تعاب بارتايد العالم كامل يتفرج فين قلونا يا أخوة شنو اللي صار شنو اللي عملتوا في لقاءاتكم الجانبية بماذا تفوهتهم شنو اللي قاعد صار اللي خلاني اليوم تونس متروكة لحالة والحالة انه قبل تونس كي يجحس بوعساقها الصغير العالم كامل يقف معاها كيما تونس وقفت معاها عديد الدول شو بينا اليوم في العزلة هذية إلا ما نطلبوا إلا ما نطلبوا علش ما بيترشوه لا شو تمام هذا أكثر من سؤال شوفنا العالم كيفاش هب لنجدة الهند 40 دولة احنا بيتنا هب بنا نجدة إيطاليا هو حق مصاعدة هب نسهل أخويا يجاوبونا رئيس الدولة اللي مسؤول على علاقاتنا بالخارج يقول لنا شنو اللي يصاير يا سيروتفي خليني نعطي شبه إيجابة احنا سبينا ناس كل في البرلمانة بتاعنا وحتى كبار مسؤولين سابقي منهم رئيس سابق سبينا الجزائر سبينا المغرب سبينا مصر سبينا قطر سبينا الإمارات سبينا السعودية أفرنسا أمريكا سبينا ناس كل وسبناهم رموشحنا مواطنين عاديين ولا دي كرونيكير ولا حتى إعلاميين راهم مسؤولين في الدولة راهم مسؤولين في البرلمان انت تشوفوا البرلمان كيفاش يكيلوا في التهم جزافا للدول الصديقة والشقيقة وغدوا الحي الدولة ديك وقت اللي تراه الشي اللي ساير تقول لك هذية أسمحنا أحنا مش دولة منكوبة ودولة منبوذة كما قلت أنت سبينا العالم الكل اللي أحنا نعتبره رواحنا بالحق فجرنا يعني عملنا بيك بونك كبير غير مسبوخ هذا هو بطبيعة الحال نلقوا رواحنا أنا في عزلة في موضوع آخر الخبيلة الاقتصادية الحكيم بيل حمود يفسر سبب تراجع التصنيف السيادي لتونس لبسلبي السبب الأول هو تبع الوضع السياسي عدم وضوح عدم هالصراعات السياسية البعيدة يعني على الواقع التونسيين شون شفتم هل أنه اليوم في كل التونسيين بستور 59 أم لا يعني الأولويات في زمن آخر الأولويات متاع التونسيين اليوم هي الجايحة أولا وثانيا معناها الوضع المالي للدولة فالوضع السياسي هو النقطة الأولى المسألة الثانية هو تدهور الوضع الاقتصادي لبداية هذه السنة وهذا يتدهور كان من تضرره أحكيت منذ بداية السنة قلت راه تحسن أو انتظارات تحسن الوضع الاقتصادي مرتبطة بالتلقيح ثمش حاجة أخر به قدرة المجتمعات على الخروج من الجايحة وهذا لا صار في مدكة صار في أوروبا وصار في عديد البلدان العربية الأخرى اللي بطبيعة الحال كانت قادرة على توفير التلقيح سرعة وتلقيح معناها عدد كبير مواطنين اللي خلاها معناها ترجع الديناميكية الاقتصادية التحدي والسبب بالسال التأخير الكبير في المفاوضات مع صندوق النقد كان خطأ كبير إيقاف الاتفاق مع صندوق النقد الوائد الدولي في أبريل في أبريل 2020 حمزولية الحكومة في تلك الفترة كان خطأ كبير ثم الحكومة معناها هذه دخل في سبتمبر انتظرنا براتيك حتى الشهر مي بغن تبمي العلاقات كانت موجودة مدفغي نيغوشيات نبهت دي مراي مفاوضات مع صندوق النقد ما أطولش منها فاوضة طويلة مع عقدة صعيبة وتطلب برشة وقت وبكو دي نغجي هذا هو معناها اللي نبهوا منه عديد الخبراء الاقتصاديين ثم حصلها مع خشايا وتصنيفنا معناها إلى بيل معناها سلبي وهذا يأكد ومعناها الشيء اللي كنا نسمعو فيه من طرف حكام حمود اسمعناها زيدة الصباح من طرف السيد محافظة البنك المركزي اللي أكد هو بيدوره على أنه عدم وجود توافق سياسي كان من أهم الأسباب اللي قدت إلى مزيد تداور التصنيف الاقتماني لتونس بطبيعة الحال يذكرون كلهم الخبراء بما فيهم السيد محافظة البنك المركزي بأنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي مصار طويل وشاق في الأثنان في تونس نتحدث على تغيير حكومة على أسقاط حكومة على الذهاب حكومة سياسية ما هو مشاغل رئيس الجمهورية السد النهضة والوضع في سوريا هذه معلها مشاغل الطبقة السياسية في تونس واللي هي في واد وحقيقة الوضع الاقتصادي في واد آخر بتباعة الحال الوكالات هذه ما عندهاش منطقة رحميني يا ماما ما هيش أكثر حنانة على تونس من رؤساء اللي يحكموا فيها هذه تقاريرها ما تكذبش وهي عللت تقريرها بأنه لم تنطلق المفاوضات نزالت ما انطلقتش المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رغم أنها مش تكون مفاوضات عسيرة وعسيرة جدا لأنه الصندوق أولا متمسك بضرورة أن تتم المفاوضات هذه بموافقة ومباركة المنظمات الاجتماعية اتحاد شغل وليتيكا ثم متمسك بثلاثة ولا أربع النقاط الهامة وهي معناها كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات الوطنية ثم نوع من معناها اللين في التعاطي مع مسألة صندوق التعويض بسبب الوضع الجديد اللي أملته الكورونا واللي خلات أنه التعاطي مع الصندوق هذا ورفع الدعم على عديد المواد أساسية ينجم هزنا إلى الانفجار الاجتماعي هذا تقريبا يقعدين الراح في نفس المكان لكن الوقت ما ينتظركش وهكشفت كي جاك التقرير هذا أولا زاد ضربنا في الأسواق العالمية اليوم بقى عندك كان مخاطب وحيد اللي هو صندوق النقد الدولي بدونه متنجم تخرج وإذا خرجت بيش تخرج معناها لمن يذبحك على مستوى لزان تريعي معناها إذا بيش سلفك إذا ما عندكش مصداقية لفهمي المانحين الأخرين معناها يبدعوا بيك هذا يضعطاوك جستمو إبراهيم شوف إحنا عنا قانون مالية تكميلي كنا ننتظروا فيه في شهر مارس إلى حد الآن هدايا مجاش ونعرفوا أن الميزانية متى سنة 2021 ناقصة تقريبا 19 مليار دينار يلزم هذيك نتموها من هنا قبل موفة السنة الحالية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فما كالزيارة اللي مشاه وفد حكومي والتقع عدد من المسؤولين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهقا رجعا وكأنه معنى تمشابي لجس النبط هو من المؤكد كونه صندوق النقد الدولي مش يعطي الموافقة متاعه لأنه ما فهماش خيار أخ ولكن هذه المرة سيفرض الشروط متاعه والشروط متاعه هذي من بين هلي كان يحكي فيها لطفي يعني أولا التخفيض في كتلة الأجور اللي هي مرتفعة جدا تواصلة 19% دونك يحبوا هبتوها الـ 14.5% هل نحن قادرون على ذلك دون موافقة الأطراف الاجتماعية أثنين المؤسسات العمومية وفي باننا في وقت ما تم إمضاء اتفاقية بين الاتحاد وبين الحكومة على أساس فهم سبعة أولويات سبعة مؤسسات عمومية مش يبدوا فيها أوكا باركا التوهنا ما زالنا نتظروا ما صارفها حتى شيء بالنسبة للمانحين لأخرين اعطاوا ما شاء الله من المساعدات ونحن نطالبوا دائما نعطينا أوديت في المساعدات والهيبات خاصة اللي جات في الحرب هذه ضد الكورونا واحنا من الدول اللي تحصلنا على مساعدات هامة من سواء من البنك الدولي سواء من الاتحاد الأوروبي أو من بعض حتى الأطراف الأخرى الدول الأخرى كما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هذه مساعدات أين ذهبت إلى حد الآن من نعرفوش وين مشات وكيف تم صرفها واحنا هنا نشوفه في الوضع الصحي كيفاش وضع وبائي خطير وخطير جدا ووضع اجتناعي وهدد بالإنفجار أنا فقط التصنيفات هذية يقع أخها بعن الاعتبار معناها نقوله نوفره جميع الضمانات والشروط مش نمشو نتفاوض وإذا بيه توق المشهد السياسي في تركيبته جديدة لا مش حتى هذا برك أنه اليوم تصدع العلاقة خاصة معها تحاد عم تنصي الشروط البارح نوردين تبوبي طلع وقال لك اخوية مش نزوم ندخل في مفاوضات زيادة في الوجود ما تنجم مش تمشي الهدنة الاجتماعية إذا ما عندك 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 توتر في علاقت بالمنظمة الشغيلة وهي عندها عليك نظريا حقوق هذه معناها اتفاقات تم إمضاءها وبالتالي عليك تنتزم بها ما تجي تقول إلاه وإنه ظروفه ما تسمعش يقولك يابتها شوية إذا أنت تهب فعلا معناها تهيئ المناخ السياسي اللي خلي غدوة فيتش رايتينج وغيرها تنجم طلعنا تتزم عاك شوية وتتزم عاك شوية يلزم تحط يدك في يدك لما إحنا توقع دين سبقه في المناورات السياسية الضيقة والضيقة معناها إلى أبعد الحدود نبقى في الاتحاد العام التونسي للشغل وإننتقدكم من حزب وطنية ديمقراطية المواحد وحزب العمال في زوز بيانات منفصلين عقد الاتحاد لليومي ثمانية وتسعة جويل مؤتمر استثنائي غير انتخابي تم تخصيص لتنقيه نظامه الداخلي واعتبر الوطن وحزب العمال أن عقد هذا المؤتمر في مسيس بمكسب ديمقراطي للحركة النقابية كما هو تمشي يضرب العمل النقابي فضلا عن كونه ينعقد في ظل أو أوضاع وبيعية وسياسية وقتصادة يختير ومعقدة يقاسيها الشعب وبين الحزب الوطنية الديمقراطي دينا موحد أن المؤتمر استثنائي هذا يكرس الارتداد على ما ركبته أجيل من المناظلين النقابيين في سبيل تكريس عمل نقابي ديمقراطي ومناظل وصولا إلى فصل عشرين اللي يكرس مبدأ التداول على المسئوليات وأضاف المتمشي هذا يمكن أعداء العمال والشغالين من ذراء خطيرة لضرب العمل النقابي وتحجيم دور المناظمة النقابية في مرحلة تعمل فيها الأطراف الحاكمة لإنفاذ ملاقية صندوق النقض الدولي اللاشعبية كما يفتح الباب أمام كل الطميحين للانقلاب على ما حققته أجيل من المناظلين من مكاسب الديمقراطية شوف الباب يعطينا رأينا في المؤتمر وأعتبرناها معناها الزلة كبيرة لا تليق بالاتحاد وتاريخ الاتحاد والمبادئ الكبرى اللي طالما دافع على الاتحاد وكان في فترات عديدة الخيمة التي يأوي إليها المدافعين عن الديمقراطية وعلى الحريات لكن أن يأتي هذا الانتقاد من حمى الهمام الرئيس الأبدي للحزب للعماء فهذا صراحة من يجمي يكون كان مدعاة للتندر حتى لا أقول أكثر يعني حمى الهمام رئيس حزب مدى الحياة يطالب بالتداول الديمقراطي على السلطة نفس الشي زوز أحزاب هذهم اللي كانوا سبب في تفجير الجبهة الشعبية علش فجره بالك لخلافات معناها في الرؤية وفي المشاريع المقترحة لتونس على شكون يترشح للانتخابات الرئاسية بين منجي وحمى اتعاركوا شكون يترشح عباش يكون هو الخاسر لول وبالتالي معناها تفجرت الجبهة وبطبيعة الحال كانوا مش خاسرين بركب خاسرين بشكل مضعف ومزال لليوم حمل همامي يلوم في الاتحاد قالت الوالدة اللي يرحمها خزرت الشبكة اللي زوربال وقتلوا يزي يزي يا هارويل خاطر الشبكة تلوم على الغربال كيف يشفهم قب ويعنضي مرات شروح مرات شروح نختمو معاك إبراهيم فيما قال اليوم مرات شروح